الحمد لله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وصحابي أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين هذا متكبر هذا الشيخ هذا الشيخ لا يبالي بأحد هذا من أهل كبر حكمت عليه بما تكون ذرة واحدة منه تخرجه من الجنة وتدخله النار ذرة ذرة مقياس الذرة من الكبر وأنت حكمت عليه بماذا ربما لم يرد على اتصالك طيب هذا الشيخ كم اتصال يأتيه في اليوم ربما ألف اتصال في اليوم يأتيه وعنده واجبات وعنده زوجة وعنده أولاد وعنده أسفار وعنده رزق يرتزق منه ليأكل مثل ما تأكلون أنتم يعني ولكن أنت حضرتك لا يتيك إلى اتصال وعنده تفترض أن الشيخ هذا إذا لم يرد عليه إذن هذا متكبر واحدة اثنان الشيخ مشغول في ملك الله وملكوته يفكر في مسألة محرجة وعنده محاضرة بعد دقائل مشينا في الشارع فمر علينا وما سلم علينا الشيخ إذن هذا من المتكبرين والعياد بالله أو سلمنا عليه فمارد يكون شارد إذن هذا من المتكبرين والعياد بالله بعدين هذا الشيخ يصف فلان من الناس ويقول كتبه ليست قوية ليست عميقة هذا معناه عنده كبر يساوي كبر فرعون كيف يصف فلانا من الناس بأن كتبه ليست نافعة الله تعلمون ما السبب في هذا السبب في هذا ضياع وذهاب علم التصوف الناس لو علموا التصوف ما فعلوا هذا الصوفي أولا يعرف باطن الإثم ويهتم به ولذلك قال سيدنا أبو الحسن الشاذلي من مات ولم يتغلغل في علمنا هذا مات مصرا على الكبار وهو لا يدري الكبر يا أخي في كتاب الله سبحانه وتعالى قبل أن نتيب السنة النبوية في كتاب الله جل جلاله ماذا وكيف الله تعالى وصف الكبر ماذا قال قال إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه إذن يا أخي الكبر في الصدر الكبر من باطن الإثم الكبر ليس بالجوارح إذن سقط وتهاوى كل ما عندك تجاه الكبر في كتاب الله لم ندخل في السنة بعد من كتاب الله كل ما وصفت به العلماء بالكبر هذا سقط لأن الكبر في القلب ولم تطلع على قلبه التصوف يدعوك إلى إحسان الظن والتماس الأعذار للناس لماذا تفترض أنه متكبر؟ تفترض أنه على خصلة تخرجه من الجنة وتدخله النار وهو ليس كذلك هو إنسان يسجد لله سبحانه هو إنسان يقبل أيدي الصالحين هو إنسان يقبل أرجل الصالحين وتفترض فيه الكبر أنت لماذا؟ لأنك جاهل لأنك لا تعرف أحكام دينك نعود إلى السنة النبوية قال عليه الصلاة والسلام لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال الذرة من الكبر قالوا يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون توبه حسنة ونعله حسنة فقال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال لكن الكبر بطر الحق أو غمط الناس أو غمص الناس هذا هو أولا في القلب قاله القرآن ثانيا بينته السنة بأنه بطر الحق يرى الحق فيعرض عنه بس لا أنا لما قلت له الحق ما قبله هل يجب على العالم أن يقبل من الجاهل هل يجب عليه ذلك لا لكن أنا لا أرضى أن يقع عن الجاهل ماشي القضية ليست عن ترية وليست بالذراعة عنده قواعد هو ملزم بها عند الله سبحانه وتعالى لست أنت من يحاسبه ولكن كل الناس يقول عن الشيخ فلان هذا رجل ظالم وهذا رجل من أعوان الظلم وكذا 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 والشيخ لا يقبل هذا الكلام إذن هو يبطر الحق الله الله كيف عرفت أن الشيخ الذي يدافع عنه كذلك كل الدنيا تقول هذا والتلفزيون قال وقناة الجزيرة وقناة ما عرفيش قالوا هذا الكلام طيب هو مصدر معلوماتي عن الشيخ من قناة الجزيرة أم من الشيخ مباشرة ها لا أدري من الشيخ مباشرة إذن لكن أنا سمعت في شيء آخر آه سمعت مقطعا صغيرا قصة عن سياقي وسباقي وحكمت عليه هل يجب عليه أن يقلدك لا لا يجب عليه أن يقلدك لكن حينما جاء شخص عظيم هو عندنا شيخ كبير هو لم يعني يهتم به كثيرا ولم يبالي به نعم لأنه يراه قصاصا وواعظا ويراه يروي الأحاديث موضوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويراه يخبط في الدين خبط عشواء فإذا ما عظمه فإنما يحقر الله جل جلاله لأنه لا يجوز تعظيم من يسيل الله ورسوله إذا كان من أهل بدعة إذن يا أخي الكبر بطر الحق رأى الحق فأعرض عنه حينما أقول لك يا أخي وأنا شاهد عيان أن الرجل الذي تظلمه ليس كذلك فتقول لا لا أقبل هذا الكلام لماذا؟ لأنه والله يعني ما أعجبني القضايا النفسية والقضايا الشعورية يجب أن تنحى لا يجوز أن يوصف الإنسان بالكبر ووصفك له بالكبر كبيرة تجعلك كبير معدى الجهاز اعتقادك أنه متكبر واحد هذا سوء ظنب المسلمين وهي معصية يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن يثب الله تعالى أمرنا بالأكثر خشية الأقل ثانيا وصفك له بالكبر إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهدته كما يقول المصطفى المجتبى سيد المحسين عليه الصلاة والسلام فأنت ارتكبت معصية على الأقل الأولى ما هي سوء ظن الثانية الغيبة أو البهتان واحدة منهما اختر لك ما شئت فكفوا عن أعراض العلماء يرحمكم الله لكن هو يتكلم عن العلماء يتكلم عن العلماء بالهوى أم يتكلم يقول أخطأ في المسألة فلانية وصوابها كذا وكذا هذا يدافع عن دين الله سبحانه وتعالى طيب هذا العالم للرباني الرجل الصالح تمام هذا الغل يوجد بين العلماء الله يزعه يوم القيامة ونزعنا ما في صدورهم من غل يزع يوم القيامة الغل يسل يوم القيامة لأنهم ينتصرون لدين الله سبحانه وتعالى أنت ما الذي ينجيك إذا ما كنت تقع في العلماء بناء على أن هذا من جماعة والثاني من الجماعة الثانية خرجوا من هذا الأمر إياكم ثم إياكم أن تلقوا الله سبحانه وتعالى وفي قلوبكم هذا التفكير تجاه أناس أفنوا حياتهم في الدفاع عن دين الله سبحانه وتعالى حينما كنت تستمتع بالشهوات كانوا يسهرون الليل ويتعبون في النهار ويجوعون ويرحلون ويؤذيهم الجوع انتصارا لدين الله سبحانه وتعالى ووقفوا مخاطرين بحياتهم دفاعا عن دين الله سبحانه وأنت تستبيح أعراضهم وتبغضهم إلى خلق الله سبحانه وتعالى يأتون بواحد أخي من طلاب العلم وفضيلة الشيخ يكتب منشورا والآخرون يشتمونه هل صحيفتك متسعة إلى هذا الحد عندك اتساع في هذه الصحيفة يعني عندك حسنات تغطي هذا الأمر هل عندك حسنات كافية وليتها ردود علمية ترد عليه بالعلم على علم الرأس عليه أن يقبل ورجله فوق رأسه ولكن ترد عليه بالشتيمة وتنتقصه وتتهمه وتتهمه بما ليس فيه هذا كلام سيجعلك في موقف محرج يوم القيامة نسأل الله جل جلاله أن يطهرنا من المعاصي ومن ظاهر الإثم وباطله وأن يرزقنا حسن الظنب المسلمين وأن يبعد عننا الكبر وأهله مع تمام اللطف العافية وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحب أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ترجمة نانسي قنقر